مجز أخبار سادسة يتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي وصرح متحدث الرئاسي بأن الاجتماع تناول جهود اللجنة الوطنية للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات في إطار المبادرة الرئاسية مصر بلا غارمين إلى ذلك وجه رئيس السيسي بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرمة كما استعرض الاجتماع الخطة المستقبلية لعمل المجتمع المدني فضلا عن إنشاء أول أكاديمية للعمل الأهلي في مصر وكذلك تأسيس صندوق دعم الجمعيات الأهلية كهيئة وطنية مستقلة لتنظيم التمويل الموجه لها حيث وجه رئيس السيسي بتعزيز مصادر وموارد تمويل هذا الصندوق وضمان استدامتها نظرا لأهميته في دعم عمل المجتمع المدني وخلال اجتماع آخر لمتابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات والمشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية وجه رئيس السيسي بتعزيز ودعم دور الجمعيات الأهلية وآليات التنسيق بينها وبين منظومة الرائدات نظرا لمردودها وأهميتها وكذلك تشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة المشكلات المجتمعية الشائعة لبلورة أفضل الصبل لتدخل الدولة لتقديم الحلول المناسبة لها مع تقديم الدعم الأكاديمي لهذه الجهود وذلك بالتنسيق والتناغم مع مبادرات الدولة في هذا الإطار مثل تنمية الأسرة المصرية ومبادرة حياة كريمة كما وجه رئيس السيسي بالاستمرار في التنسيق بين الجهات المعنية لتدقيق جميع تفاصيل مشروع تنمية الأسرة المصرية قبل انطلاق المرحلة الأولى منه إلى جانب رصد وتقديم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفي مستهل الاجتماع أشار مدبولي إلى أنه يأتي بهدف المتابعة متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية الصعيد خلال الفترة الماضية وخلال الاجتماع تم استعرض الموقف التنفيذي للبرنامج في محافظتي سهاج وقناء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالية المشروعات الجارية والمنتهية في مراكز محافظتي سهاج وقناء بلغ 419 مشروعا تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 299 قضية تمونية بمضبوطات قرابة 48 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 26 طن السلع الغذائية أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 11 طن ونصف الطن وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق مدعم وسكر تموني كما تم ضبط 358 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 62 قضية خبز ناقص الوزن و73 قضية خبز غير مطابق للمواصفات نهاية الموجز شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء